وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فيه تنبيه إلى الطريقة المثلى في صيانة اللسان وهي أن يكون من المرء قبل أن يتحدث نظر فيما سيتحدث به لأن الكلمة قبل أن تتكلم بها تملكها وأما إذا تكلمت بها فإنها تملكك وتتحمل تبعاتها ففي هذا الحديث إرشاد إلى تأمل الكلام والنظر فيه قبل أن يتكلم فليقل خيرا أو ليصمت متى يتهيأ للمرء أن يقول الخير أو يصمت عن الشر إذا كان لا ينظر في كلامه ولا يتأمل فيه قبل أن يتكلم فالحديث فيه دعوة إلى النظر والتأمل في الكلام قبل أن يبدأ به ثم ينظر هل هو من الخير أو من الشر وإذا حصل منك تأمل في كلامك قبل أن تتكلم به ستجد أن الكلام الذي تريد أن تتكلم به لا يخرج عن أمور ثلاثة إما أن يتبين لك أنه خير لا شر فيه فهذا تكلم به ولا حرج فليقول خيرا هذا خير تبين لك أنه خير لا شر فيه تكلم به ولا حرج والقسم الثاني من الكلام يتبين لك أنه شر لا خير فيه فالواجب عدم التكلم بشيء من ذلك والقسم الثالث يشتبه عليك تريد أن تتكلم بالكلام لكنه يشتبه عليك لا تدري تماما هل هو من الخير أو من الشر فطبق في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن خير لك أن تمنع هذا النوع من الكلام حتى يسلم لك دينك ويسلم لك عرضك كما قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه لدينه أي بينه وبين الله وعرضه أي بينه وبين الناس فإذا حصلت من العبد هذه الصيانة والرعاية للسانه كان ذلك ركيزة عظيمة لحسن خلقه وجمال أدبه أما من كان لسانه منفلتا غير منضبط معوجا غير مستقيم أن والحالة هذه أن يستقيم له خلق أو ينتظم له أدب شكرا للمشاهدة